بالتالي بريد نوضح واحد الأمر جيد مهم أن النائب البرلماني يمارس صلاحياته الدستورية والنظام الداخلي بكل حرية وما كيش تضييق الخناق المشاكل اللي وقع لهادوك النواب البرلمانيين عندهم مشاكل خارج البرلمان إن دا لا علاقة لها بالبرلمان وهذا الأمر لا بدنا نوضحه لأنه طرحات أسئلة واش الحكومة المغربية واش الدولة المغربية تضييق الخناق على النواب أو على البرلمانيين فالتالي هادو نواب لي عندهم مشاكل في تدبير الشأ المحلي أو مشاكل أخرى خارج التدبير بشكل نعم هما الصحافة طبعا الحال كتشوف غير المنصب السامي صفة نعم لا هو في نفس الوقت كان لأنه تدبير المال ما كيش في البرلمان والتدبير ذي المال كان في الجماعة أو في شيء هذا في البرلمان هو القيام بأحد المهمة ذي التشريع والمراقبة والتقييم والديبلوماسية البرلمانية ما فيهاش تدبير الأموال وكان الحرية المطلقة كما هي منصوص عليها في الدستور وكما هي منصوص عليها في النظام الداخلي لا بدنا من توضيح هذا الأمر لكن لا يمكن أن تنفي عنه الصفة العضوية في هذه المؤسسات المستورية لا 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 أنفي عنه الصفة غير فقط توبع لا يوجد نهب للمال العام بصفته البرلمان لا مش قاعد يتنهب للمال أو تدبير أو إلى غير ذلك لا مش هذا ولي بغيت نقصد لا يوجد لا توجد متابعة لنائب برلمان قام بدوره داخل البرلمان جميل اشتركوا في القناة